ابن الرب اهلا وسهلا بحضرتك علوه الموضوع اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل انا خد تعيذ على الموضوع بتاع الجماعة اللي هما السودانيين اللي هما اللاجئين دهم هما اسسا ان هما لاجئين كانوا فيه ناس معجرين مننا سودانيين بيعقروا بارقام غريبة اوي يعني معهم فلوسه وبيدفعوا بالهبل يعني جدا جدا يعني الست عرضت علينا ان احنا نأقل لها الشاب 15 الف جنيه يا له ايه 15 الف جنيه بمبلغ غريب اوي طبعا المص هي ايه يخبط دماغه في الحيط ايوه صاحب البيت مش حادتك بس هيقبل بال15 الف بسهولة جدا ايوه وعشان كده الاسعار غالي اوي بسببهم موضوع اللاجئين اللي هما جون من السودان واليمن والبلاد الكثيرة دهم هما السبب غاليها الاسعار وما قالوش لحضرتك دخلوا مصر ازاي ما قالوش معهم بسببور عملنا لهم بالبسبور وطلوا اساسا اه ما عادوش ماشيناهم اشكرك جدا يا ابن الرب اشكرك عن معلومة دي وان فعلا دي بتبين الفرق الكبير جدا ما بين اللي بيدفع 15 الف واللي مش لاقي يدفع الف ونص حتى شكرك جدا اه كده انتو لسه ما زلتوا منتصرين واللي عمالين يتشدقوا ان العالم انا كان نفسها النهاردة اواريكو الجامعات الاوروبية والامريكية معمول فيها ايه؟ وعلى فكرة على فكرة للي محدش عارفه التمويل للي بيحصل في الجامعات الاوروبية والامريكية من التعبان اللي اسمه قطر اللي بيحصل في كل الجامعات تمويل قطري عشان الايه دعم فلسطين طبعا المفروض ان لازم يكون فيه موقف حاسم وابتدت الجامعات فعلا تاخد موقف حاسم كان نفس اكلمكم في الموضوع ده لكن اهني بتوع المقاومة باسرائيل انها دخلت رفح الفلسطينية وسيطرت عليها ورفعت الاعلام الاسرائيلية عليها مبروك عليكم النجاح والمقاومة والانتصار خليكوا قاعدين في الجحور واتحكوا على الشعوب تاني وقولوا ان انتو ممتصرين وان العالم كله بقي يعرف فلسطين والعالم كله بقي يعرف القضية الفلسطينية المهم ان انتو رجعتوها هو ده السؤال اللي المفروض تجاوبوا عليه العالم كله حنفترض ان هو يعيني متعاطف معاكم المهم فلسطين رجعت فلسطين بقت بتاعتكم ولا بتاعتهم فلسطين بقت محتلة ولا بقت محررة الشعب الغزاوي قاعد في بيوته ولا مضمر ومشرد ومش لاقي يأكل ولا بسببكم اواطن سدي اشتركوا في القناة